السلام عليكم وعادنا النهاردة إن شاء الله أن نبدأ أول فيديو على قناتنا على اليوتيوب ونتكلم فيه عن قاعدة أمهومة جدا لأولادنا في أول أو ثانية أو ثالث سنوات إن شاء الله مول الفيربز وتسمعها بشكل فيه تفكير جديد كده برا للسندوق التقليدي والحاجات دي نبدأ الأول يعني مصط طبعا كلها متعودين نستخدم مصط زي ما في أول الصورة فوق بمعنى لازم يجب تعبر عن ضرورة الكلام ده الحقيقة آه أي مصط يعني يجب أو لازم مصط مصدر مصط جاو لازم يروح مصط ويرك لازم يشتغل ماشي أي مصط يعني يجب أو لازم مع عادة تنين مصط مصط بي ومصط هاف تصريف ثالث لفوق في الأول دي مصط بي ومصط هاف معناها أكيد مصط بي يعني أكيد الوقتي بستنتج إن حاجة أكيد موجودة في المضارع مصط هاف تصريف ثالث معناها أكيد حصل زمان في الماضي إيه ده مصط دي تنفع ماضي مش مضارع أيوا برضو مصط هاف تصريف ثالث معناها أكيد موجودة في الماضي مصط هاف تصريف ثالث معناها أكيد بتاع السنتج لا نفسي واحد في الغالب كنت نفيها وبنفس الشكل مصط بي نفيها كنت بي مصط هاف نفيها كنت هاف تصريف ثالث إيه ده يا برضو كنت تجي في الماضي احنا متعودين دائما نقول إن كان مضارع والماضي كود والكلام ده اه مش بتكلم عن كان بتاع الابلتي اللي بمعنى يستطيع وانا فيها كانت مش قادر هبتكلم عن كانت اللي بمعنى مستحيل كانت بريتش هو مستحيل يكون غني كانت هاف ارايفد ياسردي مستحيل يكون وصل إمبارح في الماضي اه كانت هنا بتعبر عن الماضي الحقيقة كل موضلز كل أفعالنا أصعب ما هاف تصريف ثالث تقريبا كلها بتتكلم في الماضي إيه اللي حالات قليلة والهاف شالهاف مثلا بستقبل تام إنما غريبا كلها بتتكلم في الماضي تعال نشوف أمثلة على جمل السنتاج دي شوف اه اول اه اول جمل فوق بتكلم عن الولاد اللي في الصورة ده يبتسم اه ده انا ما استنتك بقى اكيد مبسوط اكيد سمع خبر حلو ما تكون ما استنتك حاجة قدامي الوقتي بتحصل في المضارع أسادم مص بي طب تاني جملة للبنت البطاية دي اوه استنتك من كده ايه برضو لا لا المرة دي مستحيل تكون بطاية مستحيل تكون سعيدة ايه اش اكيد حاجة قامزة عليها البنت بتبكي مستحيل تكون مبسوطة مش ممكن اه لا اشي كانت بي هابي شي تمام طيب اه لاحظوا ان الجملتين دول كنت بس انتك حاجة في المدارع قدامي الولد بيتحك بس انتك مبسوط بنت بتعاية بس انتك نازة علينا مش مبسوطة تعال شوف بقى ازاي اعمل استنتاجات في الماضي شوف الجملة بتاع الولد الاولاني ده هباست هس اكسامز ايو اعم مبروك نجح في المتحانات جميل همستحيل ايه هارت يعني يبقى مرافو صح والطواق صح هو اكيد زاكر كويس مستحيل هنا اكيد حاجة حصلت في الماضي استنتاج في الماضي مست من زمان كنا فكرينها مدارع لا مستفلسناجات مدارع مماضي في الماضي تبقى مستحيل تصرف تالي لحظوا الجملة دي اقولها ماضي هباست فما انفعش باقول مست استاضي وبيستاضي العول ماضي اخر ماضي القاعدة دي مشى في جمل كتير حتى مع المودلز وحات كتير كتير تانية او كده طيب شوف الانتاج التاني ده ايش جود لو ماركس اوح قبيب القلبي اجابت درجات قليلة اكيد ذاكرت زا الولد الفوق لا طبعا مستحيل تكون ذاكرت مستحيل حصل في الماضي كان هاف تصرف تالي طيب امتى احتاج شغل السنتاج ده اصلا يعني اي جملة كده اكتفها مصت وكانت وحبش تكنات ديت يعني شوف الجملة بتاع عادل دي عادل عادل تعبان مثلا شوفته عنده دكتور في موسيش اقول ولا مصت ولا كانت ولا الكلام ده مش محتاج خلاص انما لما اجي بقى استنتج بقى وادور على سبب اه ده اللي ابدأ افكر اجيب مصت اجيب كانت اجيب المودل ازيه ده السنتاج مدرع او همست بي همست بي ال طيب اه شوفوا الجملة التانية بتاع الدات دي عربية بابا موجودة في الجراج يبقى اه اكيد بابا مخرجش مستحيل يكون خرج يد لسه موجود مش يخرج من غير عربية مستحيل خرج هي كون هاف جوان اعط اه ممكن استخدم في الماضي كون هاف بنفس المعنى مستحيل حصر كزا طب هنا الجملة دي اولها مدرع از وانا عملنا استنتاج ماضي كون هاف جوان اه الافعال بتاع الخروج والصفر وموجود الوقت اكيد وصل الحاجات دي ممكن الاقي كل جملة في زمن الواحدية كل جملة بتعبر عن شكل الواحدية اه المهم ان انا بستنتج امتى لما اكون مش شايف بابا بدور عليه فبستنتج هو فين خرج ما خرجش بكون في ولد غيب مش شايفه فبستنتج السبب ايه تبتكون غيب ليه اه كده بستنتج لما اكون مش شفت بعيني لما اكون بحاول اخمن سبب اه كده طيب هل كل الاسنتاجات بتعمل مست وكانت بس لا ممكن استخدم ميت في الاسنتاج مية وميت وبنافس الشكل ميت في المضارع ميت بي في الماضي ميت يعني ممكن احتمال ضعيف كده ايه اه احتاج ميت بالذات جملة الموان دي اه اللي ميكون في في الاخر تعليق كده مكتوب في نوت شور او perhaps probably احتاج ميت كمان لما اجا بلغ حد خبر وحش اه مثلا جملة بتاعتي وش صنة التانية صنة الولد ابنك اه وعملها العجلة اه انا اسف اقولك انو كان شاكله بيتقلم قوي ميت ميت هاف اه بروكن سامسنج انا خايف يكون في اصابة مقولش اه اكيد في اصابة بقى وكبر الموضوع كده واخد الناس يعني اكون بكال بابلغ خبر موسي وزي ده ميت افضل ميت افضل من موسي طيب اه من الحاجات الجاملة برضو في الموضوع ده اه استعدام شوداف تصرف تالت الحاجة شوداف اه مش باعتبرها باعتبرها طبعا اه بلايمينج اه تعال شوف جملة شوداف بتاحت كريزي سامي اه سامي ده باعم ما شوي كدير او كام الفط دخال سامي اللي غاوبة ده ده جاي ماشي العبيد ده هشودها في كامل او كان فوجي معنا في الايه اه في العربية بتاعتنا كانش مشوار ده كله اه لاحظ ان فوتو كار عكس بعض الجملة التانية دي المفهود دي كان فيها نافش ده من كامل او الكار لما تلاقي اخطلك اختارات في المودلز الفعال النقصة دي اختارت كلها اسبات بتختار شوداف والمي هاف والميت هاف ولا مست هاف اختارت كلها اسبات اختارتش جملة تاني نافش اخد شود اذا ما يكون بتدور على نافشي مش لاقي مش لاقي كانت مش لاقي قادن مش لاقي ديدنت اخد شود مع ان شود مسبتة بس بتعبر عن شيء اللي ما يحدث شودها في ترجمتها كان مفروض بس ما حصلش اتمنى اه يكون استفادنا حاول اوفر امكانيات احسن في الفيديو اللي جاي ان شاء الله وكده محتاج تعليقاتكم ان شاء الله واي اسئلة تحتبركم ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون عن القصة الجميلة بتاعتنا هجيب لحقاكم اه تلخيص القصة بيعالج الشخصيات وصلت وكل اسئلة الامتحان بطريقة بسيطة والسهلة شوفكم على خير ان شاء الله اسلام عليكم